يعني مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة وكل هذا التدمير والقتل والتجويع والتعطيش لأهالي قطاع غزة الاحتلال يتحدث عن مرحلة ثالثة من عدوانه على قطاع غزة ما الذي يعنيه؟ ماذا يعني مرحلة ثالثة؟ في الحقيقة هذا القرار ليس قرار الجيش الإسرائيلي وإنما هو إرادة نتنياهو في استمرار الحرب على غزة لأنه كما ذكر وسيذكر منذ تسعة أشهر أن نهاية نتنياهو في نهاية هذه الحرب لذلك هو يحاول أن يجد أطواق متعددة يرمي طوقا بعد آخر على غزة من أجل أن تستمر العمليات ومن أجل أن يستمر هو في إدارة شؤون هذه الدولة من منطلق أنها في حالة حرب وفي حالة طوارئ بما يمكن رئيس الوزراء من البقاء في السلطة وبما يمنع من اعتقاله أو احتجازه وهو على سدة هذه السلطة لذلك أعتقد أن الأخبار تقول شيئا والتوجيهات الخاصة بالجيش تعكس شيئا آخر الأخبار تقول أن هناك تقدم بمساعد المفاوضات أو الأمور التي ملزمة للطرفين زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحى اليوم أيضا توحي بأن هناك بارقة أمل في أن يصل الطرفان إلى وحدة في الموقف بعد أن اعترضت حماس على عبارات مموهة موجودة في أصل النص والتي تتحمل تفسيرات كثيرة وهو الحقيقة يدل أيضا على عمق قراءة الشروط التي جاءت ضمن مشروع بايدن لذلك أعتقد أن المرحلة الثالثة أو مرحلة خامسة أو سادسة القضية هي قضية ماذا يريد نتنياهو وماذا يجب أن يكون بأمر الواقع ما يريده نتنياهو أن يبقى الجيش في غزة ما يريده نتنياهو أن يدير الجيش الإسرائيلي قطاع غزة والمناطق الإدارية التي سيقسم لها هذا القطاع وما لا يريده الجيش ووزير دفاعه هو أن لا يبقى الجيش في هذه المنطقة بعد أن تم مواجباته لأن بقاءها سيكلف الخزينة مليارات الدولارات وأيضا سيكونون طعما سهلا لأي عمليات تستهدف هذه القوات وجنود هذه القوات وبالتالي ستطيل فترة الخدمة كاحتياط في هذه المؤسسة العسكرية وما يعني ذلك من نقمة شعبية عدم رضا شعبي وأيضا تملم الاقتصادي تملم الاجتماعي وتبقى الحالة كأنها حالة حرب ولكنها بانتظار الفعل ورد الفعل